صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. راجعت اقلب شوية على الفيسبوك بابحث عن السادية بشوفكم وصلتوا لايه تاني. انا بحب اعمل كده كل فترة. فلاقيت شخص على صفحة طارح سؤال. بيقول يا ترى مين الضحية ومين المعتدي في السادية. وطبعا قصده على علاقة السادية. وهي دخلت على التعليقات عنده فلاقيت الناس اللي انتم عارفينهم بتوع عايز كلبة وكلام. الحمد لله ان انا منع الناس دي تيجي عندي علاقة نعم. المهم. السؤال نفسه غلط. السؤال نفسه ومش مكان. ما نفعش يتسأل سؤال زي ده. يعني ايه في علاقات السادية اللي هو قصده طبعا بي دي اس ام يعني ايه مين الضحية ومين المعتدي. لان في علاقة بي دي اس ام هي اسمها علاقة. اللي هم بيقولوا عنها السادية يعني بيختصروها بكلمة السادية. دي علاقة بين طرفين بيكملوا بعض. ده عنده ميول وده عنده ميول. زي ما بنقول طب وبطب. وخاضعة عندها ميول كخاضعة سواء هي خاضعة فقط او خاضعة مسوشية خاضعة مزوخية خاضعة بي بي جيرل او خاضعة بتجمع بين كل دول. ما في عش مشكلة طبعا. والشخصية الخاضعة لما بتيجي ترتبط بترتبط بشخصي وسمى موسايتر او او ماستر واللي اتنين دول انضموا كلا جوا عالم اسمه بي دي اس ام او جوا حاجة اسمها بي دي اس ام. ليه? علشان يتعلموا القواعد والقوانين اللي هيعرفوا يعيشوا بيها مع بعض. يكملوا بعض. يعرفوا يتعاملوا ازاي مع بعض. ما ينفعش مسلا شخصية ستة عندها ميول كخاضعة كمسوشية كمزوخية ترتبط بشخص عادي. ما ينفعش تجيز بشخص عادي من الرجال بتوع مسلا حقوق المرأة. اللي اتنين عمرهم ما هيكملوا مع بعض بشكل طبيعي ابدا. وهيكون في خيانة وهيكون في حاجات كتير واتكلمتها على الحاجات دي كتير جدا. فلازم ترتبط بشخص يعرف يتعامل معاها ازاي? طبعا احنا ملتكلم على الناس عندها ميول معينة مش اي اتنين والسلام. وان كان شخص هو ماستر مسيطر دادي دوم اي ان كان فلازم برضو لما يجي يرتبط فهيرتبط بشخصية عندها ميول خاضعة لان كان هو ماستر مسيطر اه خاضعة ماسوشية خاضعة مازوخية خاضعة بتجمع بين الماسوشية او الماسوخية او سواء كانت او كانت خاضعة وماسوشية ومازوخية في نفس الوقت كل الكلام دا موجود طبعا لازم يرتبط بشخصية كده ما ينفعش يرتبط مثلا بشخصية ست من بتوع النسوية هنا ممكن يحصل جريمة قتل فالسؤال موضوعه غلط وما ينفعش اصلا يتسأل لان ولا فيه في العلاقة دي ضحية ولا فيه في العلاقة دي معتادي انما الاتنين بيتكملوا بعض والاتنين لازم يرتبطوا ببعض ماستر يلتقي بخاضعة تنفعوا في حياته ويقدروا يكملوا مع بعض ويتجاوزوا هتبقى علاقة ممتازة جدا ومش هبقى فيها اي حاجة من التعدي ولا الكلام الفاضي بتاع الناس اللي مش فاهمة اصلا يعني ايه بيجيز ام ولا فاهمة يعني اصلا سادية فبس دا الموضوع وبصراحة عدت على فيديوهات القديمة اللي انا فتحتها فتحت بعض الفيديوهات مش كلها فلاقيت عليها مشاهدات يعني لحد ما كويسة لكن مشاهدات عندي بتيجي بعد سنتين تلاتة مش عارف ايه السبب بالزبط لكن ما علينا وخلنينا اطرح عليكم سؤال النهاردة سؤال النهاردة بيقول برأيك ما الفرق بين السادية في والعلاقة السادية او اللي بيقولوا عليها اختصروها يعني بسادية هو علاقة تحت مساميات بدي اس ام وما الفرق بين السادية التي تؤدي الى الجرائم مثل السادية الصهوينة ما الفرق اكتب لي في التعليقات او اكتب لي على صراحة اصيب لكم رابط برضو في التعليقات شكرا اشتركوا في القناة